اعتداءات تركية متكررة على الاراضي العراقية رغم تحذيرات بغداد باللجوء الى المنظمات الاقليمية والدولية لحماية سيادة الدولة ومن ضمن هذه الاعتداءات كشفت مصادر عراقية عن مقتل مدني في غارة شنتها طائرات تركية هي الثالثة خلال اسبوع واحد في الشمال العراقي بدعوى متارضة مقاتل حزب العمال الكردستاني ونشرت وزارة الدفاع التركية لقطات مصورة لعناصر قوات خاصة اثناء تنفيذ عمليات في الاراضي العراقية بينما اعلنت في وقت سابق ان قوتها وجهت اكثر من 500 ضربة لاهداف مختلفة في شمال العراق حيث يتمركز حزب العمال الكردستاني كما شهدت العمليات التركية توغلا لقوات برية داخل اقليم كردستان العراق بعد نحو 48 ساعة من قصف جوي ومدفعي مكثف من جانبها اعتبرت بغداد التجاوزات التركية اعمالا استفزازية واستدعت الخارجية العراقية السفيرة التركية مرتين وسلمته مذكرة احتجاج شديدة اللهجة دعية بلاده الى الكف عن الخروقات للاراضي والاجواء العراقية وقبلت هذه الاعتداءات بتنديد عربي حيث استنكرت مصر والامارات التدخلات العسكرية التركية والايرانية في الشمال العراقي واعتبرت القاهرة ان هذه العمليات عدائية مؤكدة رفضها التام لاي اعمال تمس سيادة اي من الدول العربية الشقيقة اشتركوا في القناة